هاي how do you do اذا عجبتكم القناة لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد لن اقول من يريد اقتناء الفيديوهات لانه من الصعوبة اقتنائها في الوقت الحاضر وذلك لصعوبة نقلها عبر الواتساب او الماسنجر او غيرهما نعمل على ايجاب طريقة لايصال كامل لمنهاج جميع الناس بدون انترنت معكم انا داعة ديبو let's begin unit 7 explorers and inventors a great inventors al-idrissi al-idrissi was born in morocco in 1099 he was a scientist and geographer he traveled a lot in europe asia and africa in 1139 al-idrissi traveled to belermo in sicily there he collected information about different places and in 1154 he completed an important book it had information about the places he visited and a beautiful map made of silver the map was 3.5 by 1.5 meters he also collected and studied plants to make medicine leonardo da vinci leonardo da vinci was born in italy in 1452 he was a great artist and inventor he created drawings of many things the human body plants and trees the sea and birds he invented many strange machines such as an airplane a submarine on a helicopter he also painted the mona lisa probably the most famous painting in the world in 1504 wilbur and orville wright wilbur and orville wright the wright brothers were born in the usa wilbur was born in 1867 and oliver in 1871 they were the inventors of the first airplane they had a bicycle repair they wanted to fly so they decided to construct a bicycle with the wings and an engine on 17 december 1903 their plane traveled for 12 seconds this was the first airplane flight in history سوف اعيد مع الترجمة مغريت انفنترز مخترعين عظام الادريسي 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 was born in morocco in 1099 ولدها الادريسي في المغرب سنة 1099 he was a scientist and geographer كان عالم وعالم جغرافيا he traveled a lot in europe سفر كثيرا في اوروبا ايجا اسيا ان افريقا وافريقيا ان الفان ثيرتي آه ناين في آه الف ومية وثاعة وثلاثين الادريسي تروولد آه سافر الادريسي الى آه بيليرمو ان سيسيلي آه دير هناك هي كولكتيد انفرميشن اباوت دفرينت بليسيز هناك جمع معلومات عن اماكن مختلفة عن ان الفان ففتي فور هي كومبيتيد انام بورتن بوك في عام الف ومية واربخمسين اكمل كتابا مهما كان يحتوي على معلومات عن الأماكن التي زارها وخريطة جميلة صنعت من الفضاء كانت 3.5 متر كانت 3.5 على 3 على 1.5 متر هو أيضا جمع ودرس النباتات لصناعة الأدوية ليونارو دافنشي ولد في إيطاليا سنة 1452 كان رساما ومخترعا عظيما كان خلاقا بالرسم برسم الأشياء الكثيرة مثل جسد الإنسان النباتات والأشجار البحر والطيور أيضا اخترع العديد من الآلات الغريبة الطائرات الغواصة والهوليكوبتر أيضا رسم الموناليزا المشهورة من المحتمل أنها الرسمة الأكثر شهرة في العالم في عام 1504 ويلبر و أورفيل رايت طبعا رايت برادرز وهم الأخوة رايت وقد ولدوا في الولايات المتحدة الأمريكية ويلبر واز بورين في 1867 ولد في عام 1867 وأورفيل في عام 1871 They were the inventors of the first airplane كانوا مخترعين للطائرة الأولى They had a bicycle repair shop كان لديهم دكان لتصليح الدراجات They wanted to fly أرادوا أن يطيروا So they decided to construct a bicycle لذلك قرروا تشكيل دراجة with wings بأجنحة and engine ومحرك On 17th December في 17 من كانون الأول عام 1903 Their plane traveled for 12 seconds سافرت طائرتهم مدة 12 ثانية This was the first airplane flight in history كان ذلك هو الطيران الأول في التاريخ Exercise for write the missing words in your exercise book Use the best symbol of these verbs طبعاً اكتبوا الكلمات المفقودة في التمرين أو في كتابكم مستخدمين الماضي البسيط لهذه الأفعال Want طبعاً الماضي منها Wanted Invent, Invented, Start, Started وسوف أستخدم كلمة أو الفعل Start مرتين وأيضاً الفعل Invent مرتين B وهو فعل الكون Study يدرس Studied Work يعمل Worked عاملة أيضاً أريد أن أنوه بأن الفعل B هو الفعل المصدر من أفعال الكون يعني بالحاضر M is are وفي الماضي Was Where أوكي Mr. World Wide Web The inventor of the World Wide Web المخترع الشبكة العنكبوتية العالمية Is Tim Bernersley هو ولد في إنجلترا في عام 1955 وخمسة وخمسين هي فراغ at Oxford University طبعاً درس في جامعة إكسفورد هي His career in 1976 بدأ بمهنته في عام 1976 في عام 1980 1980 هي فراغ for a company called سيرين طبعاً بدأ العمل لصالح شركة تدعى سيرين There هناك هي فراغ a program to communicate with people at work كان طبعاً عنده برنامج للتواصل مع الناس في العمل Then in 1989 في العام 1989 He also فراغ special computer language and electronic address URL في العام 1989 هو أيضاً اخترع بلغة خاصة بالحاسوب and electronic address هو عنوين إلكترونية منها URL He created the first website هو اخترع أول website in the world في العالم in August 6 في عام 1991 and the world wide web والشبكة العنكبوتية العالمية في العام 1994 هي فراغ to make the world wide web free and open وأيضاً جعلها من الشبكة العنكبوتية العالمية مجانية ومفتوحة Welcome to the latest show of links This week we are asking you about your holidays عيشة asked the question سامر filmed the interviews and I created the web page What a team Hope you like it First we asked Rakan He had a cultural holiday عيشة Where did you travel Rakan to Sueda in Syria Whom did you travel with My family Where did you stay In a hotel How long did you stay For a week What did you visit The Sueda museum It was fun What was your favorite moment When we were in the museum Then we asked Maya She had a beach holiday عيشة Where did you travel Maya to Spain Whom did you travel with With my family and my cousins Where did you stay In my uncle's house By the sea How long did you stay For two weeks Did you enjoy it Yes I did It was brand What was your favorite moment When we played beach volleyball Finally we asked Ahmed He had a holiday at home عيشة Did you go on holiday No I didn't عيشة I farag at home Did you have a nice time Yes I did It was quite nice What did you do I played with my friends And I farag to music Did you visit new places Yes I did Farag museums And a castle What was your favorite moment When we farag a football match سوف أعد مع الترجمة Welcome to the latest issue To links This week we are asking you About your holidays في هذا الأسبوع سوف نسألكم عن عطلتكم عائشة Asked the questions سألت عائشة عن الأسئلة وسامر في المدى interview صور سامر المقابلات And I created the web page وأنا قمت باختراع الصفحة الويب الخاصة على الإنترنت وتتيم يا له من فريق Hope you like it أأمل أنك سوف تحبه First we asked Raqqan أولا سألنا Raqqan He had a cultural holiday كانت لديه عطلة ثقافية عائشة Where did you travel إلى أين أنت سافرت Raqqan To Sweden in Syria إلى Sweden في سوريا How did you travel with من سافر معك My family عائلتي Where did you stay أين أقمتم In a hotel في فندق How long did you stay كم من الوقت أقمت For a week بدت أسبوع What did you visit ماذا زرت The Sweden museum It was fun متحف السويدة كان شيئا ممتعا What was your favorite moment ماذا كانت لحظتك الممتعة أو المفضلة When we were in the museum عندما كنا في المتحف Then we asked Maia ثم سألنا Maia She had a beach holiday كانت لديها عطلة على الشاطئ عائشة Where did you travel إلى أين سافرتي Maia To Spain إلى إسبانيا Home did you travel with من سافر معك With my family And my cousins مع عائلتي وأولاد عمي Where did you stay أين أقمتم In my uncle's house By the sea في بيت عمي بجوار البحر How long did you stay كم من الوقت أقمتم For two weeks مدة أسبوعين Did you enjoy it هل استمتعتم Yes I did نعم It was كانت رائعة What was your favorite moment ماذا كانت لحظتك الممتعة When أو المفضلة When we played beach volleyball عندما لعبنا كرة الطائرة الشاطئية Finally أخيرا We asked أحمد ثم سألنا أحمد أخيرا He had a holiday At home كانت لديه عطلة في البيت عائشة Did you go on holiday هل ذهبت في عطلة كلا لم أذهب أقمنا في البيت Did you have a nice time هل أنضيت وقتا ممتعا Yes I did نعم It was quite nice كان جميلا تماما What did you do ماذا فعلتم I played with my friends And I لعبت مع أصدقائي واستمعنا إلى الموسيقى Did you visit new places هل زرتهم أماكن جديدة Yes I did نعم فعلت زرت Museums المتاحف أن أقصل وقلعة What was your favorite moment ماذا كانت لحظتك المفضلة When we فراغ فوتبول ماتش عندما لعبنا مباراة كرة قدم Exercise 3 Fatin is talking about her holiday تتحدث فاتن عن عطلتها How much the questions with the answers صل الأسئلة والأجوبة A Where did you travel إلى أين سافرتي B Home did you travel with مع من سافرتي C Where did you stay أين أقمتي D How long did you stay كم من الوقت أقمتي E Did you enjoy هل استمتعتي به أو بها لهذه العطلة F Did your Friend عائشة Go to هل أصدقاء صديقتك عائشة ذهبت أيضا G What was your favorite moment ماذا كانت لحظتكم المفضلة طبعا أتمنى من كافة الطلاب حفظ هذه الأسئلة والأجوبة الخاصة بها لأنها أسئلة مهمة جدا في المحادثة One My family عائلتي Two Yes نعم I did فعل It was Berlant كانت رائعة Three Two بصرة إلى بصرة Four No She didn't Kalla لم تفعل Five With my uncle and aunt مع أمتي وعمي Six When We visited the theater عندما زرنا المسرح Seven For one week مدة أسبوع Reading Hi Omar Here we are in India Last week We traveled To Agra In the north We visited The Taj Mahal Built in 1653 It's an amazing Royal palace India is a huge country The population Is over One thousand Million Here It has one Of the world's Largest Muslim Populations But Most People Are Hindu Yesterday We stayed The night On a boat It was A boat Hotel I love it The food Was really Good I love Indian carries On rice The weather Was lovely All Last week At the moment We're in the Himalayas Tomorrow A long walk In the mountains Best wishes Is Issa 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 Noor We're here In Syria We were At the ancient City of Busra Two days Ago See the picture Then we traveled By bus To the Impressive Temple of Baal And the wonderful Collection Of friends In Balmyra The site The site Is over 2000 Years Old It was Amazing The people Here Are really Friendly And there Are lots Of young People Syria Is very Hot In Summer Last week We were In damascus And it Was over 35 Centigrade Every day We visited It's Anermus From there We continue To Latakia And watch The sunset Over the Mediterranean It was Beautiful See you Soon Lucy Here we are In India Last week We traveled To Agra We visited The Taj Maha Built Built In 16 53 Bني In 1653 It's An Amazing Royal Balas India Is A Huge Country The Population Is Over 1000 Million Here The Sكان A Cثر من 1000 Million Here It Has One Of The World's Largest Muslim Populations Tحت We All The Sكان The Sكان Sكان The Sكان But Most People Are Hindu Yesterday We Stayed The Night On A Boat It Was A Boat Hotel I Love It I Love It The Food Was Really Good I Love Indian Carries And Rice I Love To And I War In The Mountains I Talk To Ne ثم سافرنا بالباس إلى معبد بعل المدهش وإلى مجموعة رائعة من الآثار في تدمر الموقع عمره أكثر من ألفين عام كان مدهشا الناس هنا ودودون حقا وهناك الكثير من الشباب هنا سيريا حارة جدا في الصيف الأسبوع الماضي كنا في دمشق وقد كانت درجة الحرارة 35 درجة في دمشق زرنا سوق الحميدية كان ضخما جدا وكبير من هنا استمرنا أو تابعنا إلى اللازقية وشاهدنا غروب الشمس فوق البحر المتوسط أقرأ البطاقات الإلكترونية وقرر فيما إذا كانت هذه الجملة صحيحة أو خاطئة عيسى يكتب من تاج محل طبعا فالس هو يقيم في قارب أو على قارب في هذه اللحظة هو يحب الطعام في الهند فور كان أطفق جيد على أو في عطلته لوسي هي في المدينة القديمة لبصرة يعني الآن هي في المدينة القديمة لبصرة لوسي كانت في دمشق منذ يومين هي زالت سوق الحميدية في دمشق هي شاهدت شروق الشمس في اللازقية الماضي البسيط طبعا وهو عمل حدث في الماضي وانتهى تتعلق جملة الماضي البسيط من أولا الفاعل ثم فعل بالماضي ثم تتمت الجملة لتحويل فعل منحاضر إلى ماضي وضيف له إيدي مثال بلاي هو هنا بالمصدر وضيف له إيدي وصبح بلايد بالمصدر هنا يزور بعض الأفعال لا تقبل إيدي وسميها أفعال شاذة مثال is وام لدينا تصبح was لا تقبل إيدي للنفي وتشكيل السؤال بالماضي البسيط لدينا did في النفي نضيف لها not فتصبح didn't أين أضعها في الجملة أضعها بين الفاعل والفعل هو لم يعمل وظيفته أين وضعته بين الفاعل he والفعل do طيب كيف يأتي الفعل بعد did بالمصدر يعني لا أضيف له أي شيء في السؤال أين أضع did أضعه في بداية الكلام أو في بداية السؤال did he do his homework الجواب yes he did or no he didn't انتبهوا هنا لدينا الفعل المساعد did في بداية الكلام عندما يأتي الفعل المساعد بشكل عام جميع الأفعال المساعدة عندما تأتي في بداية الكلام إذن أنا لدي النمط yes or no question يعني أجيب بنعم أو لا الفعل المساعد الذي أسأل به أجيب به يعني did he do his homework الجواب yes he did or no he didn't سألت ب did جاوبت ب did أما النمط الثاني من السؤال تأتي did بعد أداة الاستفهام مما يتألف هذا السؤال كلمة السؤال did فاعل فعل بالمصدر ثم تتمت السؤال example what did you do in the afternoon what did you do in the afternoon ماذا فعلت بعض الظهر I read a book قرأت كتاب عندما تأتي did بعد كلمة السؤال أو أداة الاستفهام لا يكون لها ترجمة ماذا فعلت لكن إنما هي فقط تدل أو تشير إلى وجود ماضي بسيط عندما يكون السؤال بالماضي البسيط يجب أن يكون الجواب بالماضي البسيط أيضا أوكي grammar لهذا الدرس لدينا did grammar يعني قواعد ما هي did طبعا did تساعد على النفي وتشكيل السؤال بالماضي البسيط لكن أنا اكتفيت هنا بالحديث عنها عن تشكيل السؤال أو عن مساعدتها في تشكيل السؤال بالماضي البسيط طبعا يأتي الفعل بعد did بالحاضر أي بالمصدر النقطة الثالثة لتشكيل السؤال بالماضي البسيط نضع did في بداية السؤال ويكون ترتيب كالتالي أولا did ثم فاعل ثم فعل بالمصدر ثم تتمت السؤال لدينا اكزامبل أو مثال did you play football yesterday did you play football yesterday هل لعبت كرة القدم البارحة الجواب yes I did أو نستطيع أن نقول no I didn't نعم لعبت أو كلا لم ألعب أريد أن أنوه بأن ترتيب هذا السؤال هو نوع من أنواع الأسئلة هناك نوع آخر أيضا من الأسئلة لكن أنا هنا ذكرت فقط الترتيب الأول أريد أن ألفت انتباهكم أيضا لشيء آخر أنه عندما تأتي did في بداية السؤال يكون الترجمة باللغة العربية هل هل لعبت كرة القدم البارحة ويكون الجواب بyes أو no ويكون الجواب بزيطة لها الأفعال طبعا طبعا جميعوها أفعال بالمصدر يعني أفعال بالحاضر عليكم بتحويلها إلى الماضي البسيط وقد قمت بشرح هذه القاعدة مسبقا ماذا فعل عمر البارحة أكمل الجمال بفعل من التمرين واحد عمر فراغ عمر فراغ حقيبة أخته إلى موقف الباص عمر فراغ عمر فراغ برنامج عن الطبيعة على التلفاز عمر فراغ عمر فراغ في دكان والده بعد الظهر عمر فراغ عمر فراغ صديقه أحمد عمر فراغ عمر فراغ صورة لمنزله عمر فراغ عمر فراغ اللغة الإنجليزية اكتب الأشهر المفقودة أو الضائعة طبعا نحن نبدأ السنة بجانيوري ماذا يأتي بعد جانيوري فراغ 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 أكتوبر نوفمبر ومن ثم لدينا الشهر الأخير من السنة اكتب هذه التواريخ بشكل كلمات يعني مثلا لدينا تسعة اتناش يعني التاسع من كانون الأول طيب الخامس عشر من الشهر الثاني أو من شباط الثالث من آذار السابع من الشهر أيلول سامن والعشرون من الشهر أيار الرابع من الشهر تشرين الثاني أوكي هكذا هي سهلة وأنا أثق بكم اكتب جملا طبعا عليكم بكتابة جمل مستخدمين أفعال الكون بالحاضر أو بالماضي طبعا وهنا جميعها بالماضي لأنها تواريخ قديمة لذلك سوف نستخدم إما واز أو وير بحسب الأشخاص طبعا لدينا محلول ماركو بولو ماركو بولو كيف أكتبوها بالماضي البسيط ماركو بولو وزبورين في 1254 ولد في 1254 أو 1254 وكان رحالة إيطالية أيضا بالنسبة لي صلاة الدين بورين 1137 ED مسلم لدر هارون الرشيد لدينا بورين الولادة 763 ED famous ruler 4 ابن بطوطة بورين 1304 ED Muslim traveler طبعا بالنسبة لهذا التمرين لدينا نحن مثال محلول نومبر وان علينا بكتابة باقي الجمال على نمط الجملة الأولى يعني تاريخ الولادة وماذا يفعل هذا الشخص أو ما هي مهنته أو ما العمل الذي كان يفعله في التاريخ 5 لدينا سوكرات سوكرات بورين 469 بفور كريس غريك وهو فيلسوفر فيلسوف يعني exercise 6 write questions and answers اكتب أسئلة وأجوبة طبعا هنا لدينا سؤال بيس أو نو وقد قمت بشرحه مسبقا أيضا مستخدمين الفعل المساعد للماضي البسيط ألا وهو did أين أضعه؟ أضعه في بداية الكلام did Monser play football on Saturday إلى الكلمات الموجودة بين قوسين هي التي تحدد هل هم قاموا بهذا الفعل أم لا 4 عبلا وزينب play tennis أيضا on Tuesday هل لعبت عبلا وزينب كرة المضرب يوم الثلاثة كلهما طبخة الكباب 5 فراس paint a picture هل رسم فراس لوحة يوم الأربعاء كلهما كتب قصة طبعا سوف أستخدم الماضي البسيط وقد قمت بشرح الماضي البسيط وكيفية كتابة السؤال علي yes or no question يعني بالنعم أو لا وأيضا طريقة كتابة السؤال كاملا مع عدد اكسل ساي سيفن أيضا أحب هذا النوع من التمارين وأنه يتحدث عنك أن تعطيك مساحة لتتكلم عن نفسك when watch TV yesterday طبعا هنا جمل ماضي بسيط يعني فاعل فاعل بالماضي وتتمت الجملة يعني عليك أن تقول مثلا هو يعطيك الفاعل أنت عليك فقط أن تقوم بتشكيل الجملة I watched TV yesterday إذن أعطاني الفعل watch علي هنا أن أحوله إلى ماضي وأتحدث عن نفسي I فاعل watched TV yesterday أنا شاهدت الفاز الليلة الماضية أو أن تقول I didn't watch TV yesterday أنا لم أشاهد تلفاز الليلة الماضية up to you إنه شيء خاص بك two لدينا play football يلعب كرة القدم ولدينا last week كمدة زمنية three cook dinner يطبخ العشاء yesterday يعني أنت تقول طبقت العشاء البارحة أو لم تطبخ العشاء البارحة إنه شيء يخصك يعني اكتب براحتك اكتب أنت كما تريد four use a computer استخدمت الحاسوب البارحة أو الأسبوع الماضي أو لم أستخدم الحاسوب الأسبوع الماضي five talk on the phone تحدثت إلى الهاتف البارحة يعني إما بإمكانك أن تقول تحدثت على الهاتف البارحة أو لم أتحدث على الهاتف البارحة إذن هنا لدي تشكيل جملة بالماضي البسيط أو نفيها يعني يا أما جملة إثبات أو جملة نفي exercise 8 rewrite the questions about carry's adventure holiday قعد كتابة الأسئلة عن عطلة carry المثيرة when طبعا لدينا مجموعة كلمات عليكم فقط لتطبيقها على شكل سؤال لدينا كلمة الفعل travel did where you two لدينا did who travel with you three did where stay you four stay how did long you five moment was what favorite your أيضا قمت بشرح هذه القاتل قاعدة مسبقة كيفيد كتابة وتشكيل سؤال بالماضي البسيط exercise 9 much carry is answered with the questions in exercise 8 هنا قم بوصل أجوبة carry عن الأسئلة التي حصلت في التمرين ثمانية لدينا one أو a in a tent في خيمة طبعا وقد قمنا بوصلها إلى السؤال الثالث b when we knud down a river عندما كنا نجدف بالقارب إلى أسفل النهر c to Canada إلى كندا d my best friends family عائلة صديقي المفضل a for a week مدة أسبوع إذن هذه أجوبة عن الأسئلة السابقة في التمرين الثامن exercise 10 over to you طبعا هي أشياء هنا هذا السؤال جميل لأنه يسألك أنت عن أحوالك أنت عن عطلتك أنت come leave the sentences about your last holiday أكمل الجمل عن عطلتك أنت الماضية لدينا one I went ذهبت إلى أين two I traveled with سافرت مع مين three I stayed in a أقامت أين في فندق أين في خيمة four I stayed for أقامت مدة كذا five the weather كيف كان الطقس six I ماذا لعبت زورت أماكن up to you إنه شيء خاص بك exercise 11 combate the sentences with the correct forms of the verbs in brackets أكمل الجمل بالأشكال الصحيحة الأفعال بين قوسين طبعا لدينا one ولدينا حوار بين A و B إذن هناك شخصين A و B هما من يتحدثان A يسأل فراغ يو فراغ وهنا لدينا الفعل read a story last night يعني هل قرأت قصة الليلة الماضية بيع يقول له yes I نعم فعلت two we فراغ وهنا لدينا الفعل بلاي يعني عليك أن تقول أنه نحن لم نلعب كرة القدم البارحة three لدينا أيضا حوار بين A و B يقول له هل درست Arabic on Tuesday after noon هل درست اللغة العربية بعض ظهر الثلاثاء B يقول له نعم فعلت four أيضا لدينا حوار بين A و B يقول له we فراغ travel وهنا لدينا الفعل travel يعني سافرنا إلى أستراليا السنة الماضية يقول له هل زرتم سيدني يقول أي نو كلّا لم نظرها يعني لم نظرها زتاج محل زتاج محل ان أغرى إني دي وثلت ساعدت بيوط لديه وشبير بعد تشفين ثلاث ناتي ان درست ماله وماله وعكيف زتاج محل زتاج محل وزق فل ممتاز محل محل لن تلب شه جهان she was very beautiful and he loved her so much she died in 1629 after the birth of their 14th children the Shah stopped eating for eight days after her death and his black bird turned white he decided to build a tomb in her memory near the Red Fort the imperial palace the main architect was a stud I saw from Turkey Abdullah hack from Iran produced all the writing on the walls there are 22 different Quranic verses on the top the Taj Mahal has got four minarets doom a mosque and four canals that the builders use it only the best musics joels and cold and they constructed the whole building from white marble so far it matters drama Taj Mahal Taj Mahal in Agra in India fee a month to cut out agra fee al-henid is one of the most beautiful buildings in the world who watched mean al-mabani al-ajma ala it it's got bulls and gardens uh he had to we had a za al-banai ala 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 ممتاز محل The wife of the emperor شاه جيهان وهي زوجة الامبراطور شاه جيهان She was very beautiful كانت جميلة جدا and he loved her so much وكان يحبها كثيرا She died in 1629 توفيت في عام 1629 after the birth of their 14th children بعد ولادة ابنهم الرابع عشر The shah stopped eating for 8 days توقف الشاه عن الطعام مدة ثمانية أيام after her death بعد موتها and his black bird turned white ولحيته السوداء تحولت إلى بيضاء He decided to build a tomb in her memory near the Red Fort هو قرر أن يبني لها قبرا بذكرى وفاتها بالقرب من القصر الأحمر وهو The Imperial Palace القصر الامبراطوري دمين أريك تيكت كان المهندس المعماري أستاذ إيسا من تركيا عبدالله من إيران قاموا بالكتابة على جران there are 22 different quranic verses كان هناك 22 آية قرآنية مختلفة على القبر كانت أيضا لتاج محل ولهذا البناء لديه أربعة مآدن دوم قبة أماسك جامع true or false اقرأ النص وقرر فيما إذا كانت هذه الجمال صحيحة ومخاطئة one the Taj Mahal is a beautiful famous building تاج محل هو بناء مشهور وجميل true طبعا true صحيح توفيت زوجة الامبراطور شاه جيهان في عام 1029 three the emperor and his wife had 16 children كان لدى الامبراطور وزوجته 16 ولدا four after the death of his wife بعد وفاة زوجته the emperor was very sad كان الامبراطور حزينا جدا five the main architect was عبدالله كان المهندس المعماري الرئيسي عبدالله six the Taj Mahal has got four domes لدى تاج محل أربعة قباب seven the builders constructed the Taj Mahal from marble بناء البناء تاج محل مناء الرخام exercise three find the best forms of these verbs in the text جد الماضي أو شكل الماضي البسيط من النص يعني هذه الأفعال الموجودة هنا الماضي منها موجود في النص one die يموت two produce ينتج three use يستخدم four construct يبني five be يكون six love يحب seven stop يتوقف عن تيرن يتحول